نروح من الجانب الأوروبي للجانب العربي للجانب الإفريقي كمان تحديداً مش العربي بس لأن مبارح كان فيه زيارة مهمة جداً لرئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان شايف إزاي عمق العلاقات الثنائية مش عاوز أقول ما بين الشعبين لأن مصر والسودان من قديم الأزل هو شعب واحد شعب وادي النيل شايف إزاي تطور هذه العلاقات في الفترة الحالية ما حضرك قلت ده هو محور الجغرافيا السياسية المصرية الجغرافيا السياسية المصرية تفرض على مصر أن تكون دولة عربية ودولة أفريقية أن تتحرك في هذه الدائرة أن تتعامل مع دولة سودان مش باعتبرها دولة أفريقية بس باعتبرها الامتداد والحضن الطبيعي للأمن القوم المصري وباعتبرها دولة عربية كمان بالأساس أمنها من أمن الدولة المصرية في هذا الإطار تستمر الجهود المصرية لدعم كل جهود التنمية في دولة سودان تقدير وتسمين الجهود التي تبزل لتجاوز الأسامات التنسيق بشأن المواقف خاصة ما يتعلق كمان بالأزمة لسد النهضة وما يتعلق بليبيا كل دي أمور جرى التباحث بشأنها بالأمس لكن كان المعاول الرئيسي الدعم الكامل الذي توفره الدولة المصرية والالتزام الكامل بمساندة الدولة السودانية في الظروف الدقيقة التي تمر بها في هذه المرحلة ومن ثم العمل على تكوين جبهة عربية يعني أنا أقول أن هذه اللقاءات يفهم منها حتى زيارة السيد محمد المنفي رئيس المجلس الرئيسي الليبي بالإضافة إلى مجموعة اللقاءات العربية التي تتلقنا لها. نحن لازم نتفهمها في إطار التنسيق العربي المستمر لتوحيد الجبهة العربية لمواجهة التحديات التي تهدد أو تعترض مسيرة العمل العربي المشترك في هذه الفترة التي تتزايد فيها الضغوطات على المنطقة العربية. في الإطار هذا برضو تزامنا مع زيارة الفريق أول ركن البرهان عبد الفتاح البرهان. كان فيه زيارة السيد محمد المنفي ودي زيارة مهمة جدا لأن الدولة مصرية لديها ثوابت في هذا الإطار. تلتزم بها ضرورة دعم الدولة الليبية وضرورة التوصل إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في توقيتها ودعم كل الجهود من أجل توحيد الصف في الداخل الليبي والتمسك بطرد الميليشيات والتنظيمات الإجرامية والعسكرية المسلحة التي تعمل في الداخل الليبي. سواء تابعة لدول أو تابعة لتنظيمات إرهابية ومن ثم التأكيد على سبب المصرية في هذا الملف. لأن مصر تبحث عن الاستقرار في الجبهتين. المجال الحاوي والأمنة قوية المصرية في اتجاهه الغربي في اتجاه الليبي. والمجال الحاوي والأمنة قوية المصرية في اتجاهه الجنوبي في اتجاه دولة سودان وإسيوبيا.